وجه جلالة الملك محمد السادس خطاباً إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية البنعقدة برياض تله رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش وأكد خلاله أن هذه القمة تنعقد في سياق مشحول بالتوتر واستمرار الموجهات المسلحة التي يعرفها قطاع غزة وما تخلفه من ألاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ومن تخريب وضمار وحصار شامل في خرق سفر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية وأضاف العهل المغربي أنه وبالرغم من ارتفاع بعض أصوات الحكمة الداعية إلى خفض التصعيد والتهدئة ما زالت المدافع والصواريخ الإسرائيلية تستهدف المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ ولم تترك دار عبادة أو مستشفى أو مخيباً إلا ودمرته كلياً أو جزئياً تنعقد هذه القمة الاستثنائية العربية الإسلامية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية الشقيقة في سياق مشحون بالتوتر واستمرار المواجهات المسلحة التي يعرفها قطاع غزة وما تخلفه من آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين ومن تخريب ودمار وحصار شامل في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية فرغم ارتفاع بعض أصوات الحكمة الدعية إلى خفض التصعيد والتهدئة لا زالت المدافع والصواريخ الإسرائيلية تستهدف المدنيين الغزل من أطفال ونساء وشيوخ ولم تترك دار عبادة أو مستشفى أو مخيماً إلا ودمرته كلياً أو جزئياً لقد دعونا من منطلق التزامنا بالسلام وبصفتنا رئيساً للجنة القدس إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل والتحرك جماعياً كل من موقعه لتحقيق أربع أولويات مليحة أولاً الخفض العاجل والملموس للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية بما يقتضي لوقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة تانياً زمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تالتاً السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابها وبكميات كافية لساكنة غزة رابعاً إغساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليهم دوليين أصحاب جلاله السمو الفخمة إننا أمام أزمغي مسبوقة يزيدها تعقيداً تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي تعيشها ساكنة قطاع غزة لذا يجب أن لا نسمح بترك مستقبل المنطقة ومستقبل أبنائها بين أيدي المزايدين فمستقبل المنطقة لا يتحمل المزايدات الفارغة ولا الأجندات الضيقة كما ينبغي التعامل معهد الضرفي الحاسمة من منطلق المسؤولية التاريخية التي تحتم علينا الانطلاق من بعض المسلمات البديهية فلا بديل على سلام حقيقي في المنطقة يضمن لفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة أخي الرئيس محمود عباس أبو مازين ولا بديل عن وضع آليات لأمن إقليم مستدام قائم على احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية المتعارفة عليها شكرا